الفترة القادمة وكلام وحديث كبير جدا عن من سيخلف سنائية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هذه المنافسة التاريخية الاول اسألك على هذه المنافسة التاريخية والمقارنة دائما ما بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وانت دربت كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ما رأيك في هذه المنافسة التاريخية اللي عشناها طوال هذه السنوات الماضية وقال من الممكن تكرارها في المستقبل القريب بين اسم أو اسمين آخرين ممكن تقترحهم أو ترشحهم أو أنت شايفهم ممكن يكملوا هذه المسيرة بالنسبة لهذه التنافسية بين كريستيان رونالدو وليوني الميسي هي ما جعلت هناك شغف أكبر ومتابعة وحب أكبر لكرة القدم لا أعتقد أن كانت هناك منافسة بهذا الشكل بين هذا السنائي على مدار عام دربت رونالدو لم تكن هناك أي مشكلة مع هذا اللاعب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب لأنك تتحدث عن اللاعب السنائي لاعب احترافي بمعنى الكلمة وإذا كنت تتحدث عن التنافسية بشكل عام فهذا الأمر يعتمد على الجودة إذا كنت ستكون موجودة فميسي استطاع أن يحقق العديد من الألقاب مع منتخب الأرجنتين وكذلك رونالدو فالمنافسة لم تكن فقط على مستوى الأندية ولكنها أيضا انتقلت لي منتخباتهم الوطنية وأعتقد أن هذا أضاف الكثير لكرة القدم بشكل عام ولي الكرة الإسبانية على مدار سنوات عديدة بين ريال مدريد وبارشلونة هم لاعبين لازال يمتلكان الشغف ونعم الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لهم في الوقت الحالي ولكن يبقى ضمن أفضل أساطير كرة القدم أعتقد نعم هم انتقل إلى دوريات أقل في الوقت الحالي ولكن لا يزال شغفهما بكرة القدم مستمر أعرف جيدا ليونيل ميسي وحظيت وكنت محظوظا بتدريب كريستيانو رونالدو أعتقد أن منافسة بهذا الشكل بين اللاعبين أعتقد أنها من الصعب أن تستمر لأنك تتحدث عن اللاعبين استثنائيين